مع اقتراب شهر رمضان قررت هذه النسوة الاسترزاق من البيت من خلال تحضير مختلف المقبلات لبيعها في رمضان القصر يتخدم المخلالات في البيت تحا كل ما هو مخلالات نقطع الخوذر اللي كلها موجودة الخوذر على الموسم ونديرو لها الخل والملح ونغلقو عليها في البنارة تعزداج ونخلوها مدة 15 يوم ولا ويعني كما يقول لكم يعني وتنتكلك مقبلات فيروفان البورك يعني احنا ونفكرنا اننا نعمروه بالسلق نعمروه بالداد آشي نعمروه بالفيوند آشي يعني حسب حسب الدخل على الأسرة هنا أسرة منتجة كي قرر برمضان نصنع مخلالات ديور وأطبق حسب الطلب مدام خيرات جيبنا طلبات ونحن ندعوهم ندعو منهم ربح البورك المخلالات وبعض الحلوية الخفيفة من بقايا أوراق الديول عكفت هذه النسوة على تحضيرها وبيعها للمحلات والزبائن وكين ديروا هذا البورك يقعدوا هذوك الأوراق تعد ديور يعني ونخممنا أننا نزيدولها الروينة الروينة اللي راهي كثير موجودة في الأسواق الجزائرية يعني نزيدولها الروينة نزيدولها سقوقي نزيدولها اللوز نزيدولها الحسل نزيدولها الزبدة ونخدمها حلويات للصعراء وأنا هذا المشروع نسميه القفة الدائمة يعني الإنسان يحتمد على نفسه ويعمل في أرضه ويسوق منتوجه ويدخل مدخول يعني هذا المدخول راهي ينعد على كل هذه الأسرة مقبلة بسيطة وسهلة جعلت منها هذه النسوة باب رزق لهم خلال الشهر الفضيل خاصة أن تسويقها بسيط ولا يتطلب جهدا كبيرا في التحضير اشتركوا في القناة